صباح الخير مرة تانية على كل بيتابعونا وبنبدأ معاكم بفقرة الصحافة ومتابعة الأهم عنوين الصحف اليومية نهاردة 19 مارس 2012 معينا أستاذ طارق السعيد الصحفي ومدير تحرير جريدة الكرامة صباح الخير صباح الخير أهلاً طبعاً معظم الأخبار النهاردة هتكون حول وداع البابا الشنودة التالت بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المركوسية والأول خبر معينا من المصري اليوم أجراس الحسنة تدق في مصر الشروق المصريون يودعون البابا بالشموع والدموع الأهرام مصر تودع البابا الشنودة غداً الأهرام بدء تحضير لانتخابات البابا 118 الشروق جنازة البابا تقلب الخطة المرورية لعاصمة ثلاثة أيام المصري اليوم مجلس الشعب يبدأ في إجراءات سحب الثقة من الحكومة غداً الشروق الهيئة العليا للحرية والعدالة ترفض ترشيح الشاطر رئيساً والمصري اليوم الصفحة الثالثة الحرية والعدالة يتعهد بنسبة جيدة لأحزاب في تأساسية الدستور ونبدأ محرك بأول ثلاث أخبار متصلين ببعض حول وفاة البابا الشنودة وطبعاً ده أحد الصباحات الحزينة اللي تمر على مصر الآن البابا شنودة ليس فقط لمنصبه الدين الرفيع ولكن أيضاً لأنه شخصية استثنائية ليس فقط في تاريخ الكنيسة ولكن في تاريخ مصر كلها لا شك أن مصر كلها حزينة البابا شنودة رحل في وقت حارج جداً مصر كانت في أحوج أوقاتها لوجود شخصيات كبيرة مثل البابا شنودة وغير من الشخصيات التي رحلت بعد الثورة أو قبلها بقليل عندما نتحدث عن البابا شنودة كما قلت نحن نتحدث عن شخصية استثنائية في تاريخ الكنيسة المصرية البابا شنودة صعد السلم البابوي مع صعود السادات إلى السلطة البابا شنودة أخذ منحنتان مختلف بالكنيسة عن سلفه البابا كرولوس كانت لديه زعامة دينية وكانت لديه تطلعات سياسية غير شكل الكنيسة تماماً حط فيها أو وضع فيها أنشأ مثلاً عين أسقف للتعليم وأسقف للشباب يعني خلل الكنيسة شكل مختلف جداً البابا شنودة هو مصري حتى النخاع عروبي قومي حتى الموت صلب عنيد متمسك برأيه يسميه الغرب البابا المتحفظ خاض العديد من المعارك في تاريخه وأعتقد أنه يعني انتصر فيه الكثير منها ولم يهزم في المعارك الأخرى نحن إذن أمام شخصية استثنائية أمام حدث جلل يستحق أن نقف ونفكر فيه جلياً مستقبل ماذا سيكون مستقبل الكنيسة المصرية الأم اللي هي عبر البابا شنودة أصبح لها فروع في العديد من دول العالم هناك عشرات بل يمكن مئات المسؤولين الكبار في العالم بدأوا يتوافدوا على مصر هناك كرس خال كان بيشغله رجل عظيم والكلام الآن عن من يشغل هذا المنصب في هذا الوقت الحرج اللقطة هنا بالنسبة لي أننا كما صعد البابا شنودة على كرسي الباباوية في وقت صعود السادات إلى حكم مصر نحن أمام نفس الحدث تقريباً هناك بابا جديد سيصعد على كرسي الباباوية تقريباً بالتزامن مع صعود رئيس جديد لحكم مصر في أحوال مختلفة تماماً هناك ثورة قامت هناك كنيسة رغم أنه كان بيرأسها بابا له كريزما وبابا عظيم الشأن إلا أن قبضتها خفت على المسيحيين من بعد الثورة مباشرة أمام البابا الجديد تحديات كثيرة جداً واحد لملء هذا الفراغ ثانياً كيف ستعامل مع المتغير الجديد زي ما بقولوا الإخوة المسيحيين خرجوا من الأم أم ما عادش فيه المؤسسات الدينية كلها خرجت من القنقم لم يعد هناك ما يسمى بالسامع والطاعة نحن إذن أمام حدث جلل في وقت حرج في ظروف متغيرة جداً لا شك أن بابا شنودة هو رجل محبوب من كل أطياف الشعب المصري وكلنا هنفتقد وحنفتقد حجمته في الفترة الجاية يعني طبعاً فيه ناس كثير جداً عايزة تعرف إيه الخطوات المفترض تتم هذي حد يعني بيحمل منصب البابا لمدة معينة مدة زمنية معينة حتى يتم اختيار البابا الجديد اختيار البابا الجديد بيتم عبر لائحة وضعت سنة 57 بتنص اللائحة دي على أنه من يترشح لهذا المنصب الرفيع لابد أن يكون مرة على يعني سنه تجاوز الأربعين عام يكون أمدى 15 سنة في الخدمة أن يكون أسقفاً لكن يكون أسقفاً عاماً ما يكونش أسقف يتولى إبراشية يعني الكلام عن أنه البابا الأنبا بشوي هو أحد المرشحين للخلافة لخلافة البابا شنودة حسب نص اللائحة ليس من حق الأنبا بشوي الترشح لأنه ليس أسقفاً عاماً هو أسقف يتولى إبراشية ومشرف على إبراشية هل ممكن أن يكون البابا مجرد راهب ولا لازم؟ لازم يكون أسقف وأمضى في الخدمة 15 سنة وسنه تجاوز الأربعين بتجرى حاجة اسمها القرع الهيكلية بيختار من 5 إلى 7 أولاً يعني أي حد بتنطبق عليه الشروط من حقه أن يتقدم بحيث لا يزيد العدد من 5 إلى 7 يصف إلى 3 ثم تجرى القرع الهيكلية عن طريق طفل يختار كل الكلام عن المرشحين لخلافة البابا من الأنبا موسى إلى الأنبا يؤنس إلى الأنبا أرمية كل هؤلاء يمكن أن يتغير وأن يأتي راهب من الصحراء اللي هم بيسموه الفرس الأسود الذي يأتي من الخلف ولا أحد يشعر به في السباق ثم فجأة يفوز بها هذا السباق البابا الجديد سوف يحمل رقم 118 في تاريخ الكنيسة المصرية اللي هي الكنيسة الأم بالنسبة للمسيحيين الشرقيين هل يمكن أن يحدث أي تغيير في اللائحة؟ هو البابا شنودة شخصيا كان عايز يعمل تغيير في اللائحة في طريقة اختيار البابا قبل أن يتوفى لكن لم يمهلوا القدر لعمل ذلك مؤقتا سوف يتم اختيار الأنبا بخميوس باعتباره أكبر الأساقفة سنا كان مفروض يبقى الأنبا مخايل الأنبا مخايل ظروفه الصحية تمنعه من ذلك فالأنبا بخميوس سوف يصدر قرار بتعيينه بشكل مؤقت مؤقت معناه 60 يوم في هذه الفترة ولازم يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصديق على هذا التعيين ثم يجتمع المجلس الملي وكبار الشخصيات لمسألة التصفية حتى يبقى ثلاثة مرشحين تجرى القرع الأهيكلية ويتم اختيار أنا عايز أتكلم هنا عن الظرف السياسي اللي ممكن يحكم لن أتحدث عن الأسماء أنا عايز أتحدث عن الظرف السياسي الذي يمكن أن يحكم سعود البابا الجديد في ظل سعود طيار الإسلام السياسي ومخاوف حقيقية وهواجس حقيقية لدى المسيحيين أن المجتمع أميل إلى فكرة التطرف الآن لا شك أن المجتمع المصري أصبح أقل سماحة مما سبق وده كلام ليس عيبا يجب أن نعترف به ويجب أن نقف أمامه طويلا لكي نتحدث كيف نعالج هذا الخلق في الناحية الأخرى ده طبعا له أسباب عديدة يعني ممكن نتكلم عن سحاب الدولة من دورها لم يعد هناك مشروع يقف على أرضيته كل المصريين التغير النفسي لدى المصريين منذ السبعينات ودخول أموال النفط والعادات الغريبة وتغير فكرة المصريين من الإسلام الوسطي المعتدل الذي كان دايما يمثله الأظهر الشريف يعني في عوام كتير يعني يزداد سوءا بعد في عوام كتير لكن في النهاية المناخ الآن يتحدث عن سيطرة شبه سيطرة إسلامية على مجلس الشعب والكلام عن حكومة جديدة وسعود يعني لطيار الإسلام السياسي بيعتبر بعض المسيحيين أنه متطرف ممكن في هذا المناخ أنا أخشى أنه يبقى في المقابل أن يصعد في المقابل في الناحية الأخرى أن يصعد برضو أحد لا أحب أن أقول المتطرف أحد المحسوبين على الطيار المتشدد داخل الكنيسة البابا كان شخصية عظيمة له كارزمة كان يعني زي ما بقولوا كده بيئيس بمئياس دهب كيف يتصرف وكيف يزن الأمور وكان يجيد فعل ذلك بشكل هايل جداً ما عرفش هل البابا الجديد يعني الذي سيصعد في ظروف سياسية متغيرة كما قلت يستطيع أن يفعل ذلك أم لا نحن أمام الكنيسة المصرية أمام اختبار حقيقي الوطن كله أمام اختبار حقيقي أمنيتي أنا أن نحن ننجح في هذا الاختبار بسم الله الشروق طبعاً حول جنازة البابا طبعاً تقلب الخطة المرورية للعاصمة 3 أيام بارح كان في محيط الكاتدرائية وأعتقد كل الشوارع القريبة منها كان فيه زحمة مرورية رهيبة لتوضيع البابا طبعاً دي كانت أنا رأيي أن دي كانت مليونية فيه ودع البابا شنودة التدافع كان شديد والزحمة كانت شديدة جداً أدت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة ما يقرب من 50 ممكن العدد النهاردة يزيد وبالتأكيد بكرة في الجنازة العدد يزيد ده محتاج المنطقة الجغرافياً المنطقة اللي وقع فيه نطاقها الكنيسة لا توجد ساحة كبيرة لا يوجد مكان يتسع لكل هذا العدد من البشر أعتقد أنه من وجهة نظر يعني أن من اليوم لازم تتغير المحاور المرورية المرة بشارع رمسيس حتى منطقة غمرة والعباسية يعني ممكن تتغير نمنع المرور يعني نقفل المرور في شارع رمسيس والمنطقة وتترك للبشر ويصبح المرور فقط من فوق أعلى كبر اكتوبر ولازم يحصل تأمين جيد وأعتقد أنه القوات المسلحة بدأت التأمين منذ أمس حضر حمد بدين قائد الشرطة العسكرية لتأمين حضور المشير طنطاوي ونائبه الفريق عنان أعتقد أن هذه الإجراءات ستستمر لأنه فعلا نحن أمام أنا أعتقد أنه ما بين 2 إلى 3 مليون مصري سوف يحضرون اليوم وغدا غدا سوف يكون المشهد يعني رهيب جدا أعتقد ستبقى ملايين الأشخاص المشير طنطاوي أصدر قرارا بنقل بطائرة عسكرية تخصص لنقل جثمان الراحل العظيم إلى مسواه الأخير في دير الأنبابشوي أنا عايزة أنه دير الأنبابشوي له يعني كان اختياره مفاجأة للبعض أنا شخصيا لم أفاجأ باختيار دير الأنبابشوي هو كان بيقضي فيه معظم وقته كان بيمارس طقوسه وصلواته وصيامه في هذا الدير لما حدثت معركة بينه وبين السادات اختار النفي في هذا الدير ويجهز الدير الآن ليرقد هذا الراحل العظيم في مسواه الأخير وحتى في معقف السياسية يعني كان بيعتارد على شيء كان بيذهب لهذا الدير هو طبعا أول ما نخترع فكرة الصوم الاحتجاجي يعني ده ما كانش موجود في أيام الأنبا كرولوس ولا البابات السابقين طبعا هو أول ما نخترع الصوم الاحتجاجي والاعتكاف في الدير احتجاجا على أي قرار سياسي لا يراه في صالح الكنيسة أو حتى لا يراه في صالح الكنيسة أحب أن أسجل هنا أن البابا شنودة كان رجلا وطنيا صاحب المقولة الشهيرة مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا هو صاحب قرار منع الإخوة الأقباط من الحج إلى القدس حتى لا تصرفتنا هو القائل سوف نذهب سوف ندخل إلى القدس سويا مسلمين ومسيحيين وده طبعا هو رجل الوحدة الوطنية الأول هو قومي عروبي حتى أنه خاء طبعا المصري اليوم مجلس الشعب يبدأ فيه إجراءات سحب الثقة من الحكومة غدا القرار ده يعني هل جي متأخر شوي أو كان ما بيتوقعوا الشارع المصري من فترة أطول أنا عايزة أسألك سؤال وهل منحت منح البرلمان الثقة للحكومة حتى يستطيع سحبها منها نحن لسنا أمام حكومة برلمانية الكلام فيه أن مجلس الشعب يبدأ فيه إجراءات سحب الثقة أقصى ما يستطيعه مجلس الشعب حسب نص الإعلان الدستوري اللي وافع للإخوان المسلمين شخصيا ودفع وراء كل طيارات الإسلام السياسي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية هو الوحيد من حقه أن يعين الحكومة أو أن يقيل الحكومة الكلام هنا عن عدم منح الثقة للحكومة مش سحبها ليست حكومة برلمانية لم أعطيها ثقة لكي أسحابها ده كلام مش عملي يعني أهمية القرار أو أهمية الإجراءات ده كلام مش عملي وأنا أعتقد أنه زوبعة في فنجلسة فاطم ليه مش عملي أنا بتكلم عن انتخابات رئاسة ستجري في خلال فترة قصيرة جدا إجراءاتها بدأت هتكلم دلوقتي عن سحب ثقة من الحكومة مع اعتراضي الشديد على هذا اللفظ لكونه لفظ غير علمي وغير سياسي ثم أأتي برئيس وزراء وأشكل حكومة هتاخد قدي وقت وحتتشكل في قدي ده كلام ضغط أو لعبة قوت وفارما بين المجلس العسكري والإخوان المجلس العسكري في يده حل البرلمان هناك قرار من المحكمة أن سلسل انتخاب الفردي غير دستوري القرار ده لو تنفس حنلاقي كلام يعني هي المسألة جادل وأخد ورد وممحكات للحصول على بعض المكاسب من هنا وهناك لكن في اعتقادي ما فيش جديا كلام حوالي سحب السقة لأنه مش موجود في نص التعديلات الدستورية التي أؤكد أن التعديلات الدستورية التي اعترض عليها الكثيرين وافق عليها الإخوان المسلمين ووافق عليها السلفيين ودفعوا بحشدهم ليقولوا نعم في الاستفتاء الدستوري ثم الآن بفجأوا أنه الإعلان الدستوري لا يعطيهم صلاحيات كثيرة كما كانوا يظنوا آخر خبر معنا نشروا الصفحة الأولى لهاي قالوا عليها الحرية والعدالة ترفض ترشيح الشاطر رئيسا طبعا المهندس خيرة الشاطر هو واحد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهو الرجل القوي في الجماعة والممسك بكل أعمدتها وتفاصيلها الرئيسية لا يحق لها الترشح للرئاسة إلا إذا أعيد محاكمته الشاطر كان عليه حكم وأخذ عفو ألعفو لا يعطيه الحق في الترشح لأي منصب سواء رئيس وزراء أو حتى وزير أو رئيس جمهورية الكلام ترفض ترشيح الشاطر الرئيس لم يكن مطروحا كما قالت جماعة الإخوان المسلمين وكما قال زراحة السياسي حزب الحرية والعدالة ليس مطروحا أن يرشح الإخوان واحد منهم لكن ده في إطار تداول الأزمة أزمة الرئيس داخل جماعة الإخوان المسلمين في الكسرين يروا أن عبد من عبد الفتوح هو مرشح جيد للرئاسة ويستحق أن يساندوا الإخوان الإخوان في مأزق لا تريد أن تساند أبو الفتوح أبو الفتوح وهم يعلمون جيدا يتحدث عن مشروع سياسي كبير بغض النظر عن فوزه أو خسارته في انتخابات الرئاسة يتحدث عن مشروع سياسي كبير يمكن أن ينشئه بعد هذه الانتخابات يوازي جماعة الإخوان المسلمين هناك قلق عام داخل الجماعة خصوصا داخل قيادتها من أنه يحصل فكاك داخل القواعد بتاعتها وتتجه إلى ترشيح أبو الفتوح والتصريحات عموما حاول ترشيحهم لأبو الفتوح أو عدم ترشيحهم لي يعني أسبوعات متضربة بشكل كبير هناك أزمة داخل الجماعة هم بيحاولوا يديروا هذه الأزمة بحيث ما تعملش انشقاقات أو خروجات كبيرة من داخل صفو الجماعة والحزب صحفي أستاذ طريق سعيد مدير تحرير جريدة الكرامة وشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا مشاهدين خليكم معنا هنتابع تقرير من أمام الكاتدرائية طبعا عن وفاة البابا شنودة وداع البابا شنودة خليكم معنا نشوفكم بعد الفاصل